انا فتحي اهلا نسي اهلا يستاذ فتحي اتفضل اه بعد اذن حضرتك بس اه طبعا الشيخ في الاول قال نقول حقائق حتى لو كانت مرة الاتباع الكرآن ثم السنة والقرآن بيقول ايه بيقول وان خبتم قال لا تقصدوا في اليتام فانكحوا الفاء هنا في التعقيب والعطف فانا عايز اقول لحضرتك لن اجد ولم اجد ولا يوجد اية في القرآن ولا حديث يقر الزواج الثاني اطلاقا ولكن بنتبع القرآن وان خبتم قال لا تقصدوا في اليتام فانكحوا في هذا النكاح يعود على اليتام وعلى امهات اليتام اذا مفيش اكتر من التوحد في الزواج واحدة بس في القرآن واتحدى ان يبقى فيه اية او حديث تذكر لنا ان احنا فيه زواج تاني وانا بقول ده علشان الناس تبقى فاهمة يعني زواج تاني زينة نصر لو انا عايز اعدد اعدد بأم يتامة علشان يبقى ليه يحل فيه نخش اليتامة واقصد لهم فالتوحد في الزواج هو اساس الاسلام وليس التعدد طيب وما حصلش على عهد الرسول مش هكلم عن رسول نفسه يا استاذ مفتحي ولو اني ده موضوع حلقات تانية يعني مش موضوع حلقات نارك لكن حاضر حاضر هل على عهد سيدنا النبي عليه السلام النبي كان له خصائص خاصة به هل على هذا العهد الرسول ما كانش فيه تعدد ما كانش فيه ان الصحابة بعد الصحابة انا بقى اتبع قرآن والسنة لا يوجد آية ولا يوجد حديث بس مهميني اللي وصل لك القرآن والسنة مش النبي عليه السلام ما قالش فيه حديث ايوه لكنه من ضمن السنة المقررة انه ممكن يقر ما يحصل امامه ويصمت عنه هل هو انكر على سيدنا عمر او على سيدنا كذا يعني صحابة كتير يعني يجوز في الاثر انه انكر على علي ان يتزوج على فاطمة تماما انا عايز عشان اردت اه اه انا بقول التوحد في الجواز وفعلا انكر على سيد بس على الساس ان دي بنته يعني لا تجتمع لكن هل انكر على فكرة الزواج التاني ولا لا تفاهمني ما انا بقول لحضرتك اهو كلمة الانكر نفس الواحد الرسول قال ايه خذوا مني القول والفعل القول والفعل لو عايزي خلينا نتجوز كان قال حديث صريح واضح هو مش عايزنا نتجوز مع عدالي بيقوله انه مش حق ومش بقولك امر لازم تتجوز زي ما بعض الناس بتقول ابدا اقول لك حالي في بعض الناس المشايخ معظم المشايخ يعني عشان ملظمش حد اللي بيتجوزهم 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 انما لو انت عايز تعدد عدد امهاتي اليتامة عشان يبقى لك حل انك تخش عليهم على الحالات رأيك فوق راسي جميل رأيك وحيرد عليك وعاوعدك عامل حالة عن المبارك انا بحييك يا استسفاتي على هذا الرأي الرائع الذي يفتح لنا زاوية المهمة هذا رأي محترم وهو يرى ان التعدد في امهات اليتامة وانا اقول له من هذا المنبر المحترم يا استسفاتي هذا اجتهاد في تفسير الآية والسنة انواع قولية وتقريرية قولية وفعلية وتقريرية وقد اقرى النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة على التعدد بدون امهات اليتامة شوف واقول له حاجة تانية اقرى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة في التعدد بدون امهات اليتامة الارامل اللا اللواتي ترملنا في الحرب الناس كانت بتخرج في القتال فيقتل الرجل فتصبح المرأة ارملة وليس عندها يتامة لماذا لا تتزوج مرة اخرى هذا هو الحل الذي اشرته اليه كمان عايز أقوله ليس معنى أنه لا توجد آية ولا حديث أن المباحات كلها تصبح حراما العصد في الأمر الإباحة الله يبارك فيك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل مباح إنما تركه لأحداث الزمان عندنا حاجة قررها ما هيش أصل مش معنى كلامي وردنا بدافع عن زواج الثاني والثالث خالص احنا بس نفهم القضية من كلنا وردها لما سيدنا عمر بن العص وهو كان وشخب له بالدهاء يعني مشهور عنه الدهاء ما كان في أحد المعارك وبعدين جو برد تلج وبعدين لو كان على جنابة فلو هو لو استحمى أو يعني لو اغتسل حيموت نفسه صحيح فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده حتى اغتسم منه وقال له إزاي عملت ده حالك كملي مش عايز أخد أنا الوقت نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا سأله إنما شفاء العي السؤال وسيدنا عمر بن العص ظن أنه يعني يصلي بدون غسل هذا اجتهاد منه فدارت المسألة في دائرة المباح سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لهم كده لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريص ده أمر يا أستاذ أهو لا يصلين بالتأكيد أهو فصلى بعضهم في الطريق وصلى بعضهم في بني قريص فأقر النبي من فعل هذا ومن فعل هذا ليه؟ لأن كل من الفعلين جائز لأن أحدهما نظر إلى ظاهر النص والآخر نظر إلى الحكمة من النص فالحكمة في تعدد الزوجات أن نجد حلا لمشاكل اجتماعية تطرقوا على المسلمين في كل عصر من مصر وده بيفتح قضية الخليلات بقى في الغرب وإحنا بنتكلم عندنا قضية الوقت يبقى التخيل حديث الساعة بين اتنين نجوم في الغرب برنامج ديني بس إحنا بنتفتحين ومفتحين على كل حاجة اتنين والراجل يعني من ضمن الحاجة أنه ممكن بيخونها مشهور عنهم أنهم ما كانوا مشروفين لبعض فترة طويلة 15 سنة أو كده هي الفكرة دي مزعجة وبيني وبين حدك مش أنا هو راجل ومسلم وبتكلم في الحقوق لكن أنا لغاية دلوقتي مش متخيل فكرة أن في واحدة تانية تخش تأخذ زوجها منها صحيح ولو بعض للوقت صحيح أنا متخيل ده صحيح إحنا كرجالة مش حسينها لكن الستات بيستشعر لا وعزرينهم فيها كبير عزرينهم ومش عرف لها رد بين يوم بينك لكن هي موجودة حلول لمشاكل يا سادة وهل كانت دواء لمشاكل أكبر يعني اسمعني يا سيد محمد اسمعني أستاذ المستعين أرجوكم اسمعون هل كانت دواء في يوم من الأيام إلا مرا صحيح وهل كانت دواء في يوم من الأيام إلا لعلة موجعة صحيح وأنا بروح للدكتورة أقول له اكتب لي دواء للكحة إلا ما كون بكح طب أنا ما بكحش وصحيتي سليمة أخذ دواء مر ليه أيوة أردك ما روحش أتبرع بقى واخد الدواء ومش هقدر أتبرع واخد واصلا بسا مش معنى كلامنا أن احنا بنقول برضو أول متصلة يعني اغسبي على نفسك ووافقي على كده نحن بالعكس بنقول لها لو حالك مش هتوافق ده من حقك تطلوب الطلاع من حقك تطلوب الطلاع ومن حقه يتجوز ومن حقك تستمر معه إن تزوج ومن حقك تختاري لنهو زوجة ومن حقك ألا توافقي أصلا على زواجه مرة أخرى بس أما وإنه لو تزوج تاني والتنين مش من حقك واحدة في التانية تعنتدي على الحق الأخرى من الواجب عليه أن يعدل بينهما تمام وأوعيدكو عمل لكو حلقة في الموضوع ده حاضر وأشكرك أستاذ فتحي جدا أنا كمين بشكرو أنا بشكرو